أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم المسير الذي نفذته ميليشيا الحوث الإرهابية على ميناء الضب النفطي في حضر موت وحملت الميليشيا مسؤولية التصعيد وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن على الحوثيين التخلي عن مواقفهم المتعنتة وتجاوب فورا مع المساعد الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية وحذر البيان المصري من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني وأكد البيان دعم مصر الراسق لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديد تضمي التسوية